اشتركوا في القناة لحركة نيدا تونس الذي اكتسب شرعية وظيفية بإشرافه على قيادة المرحلة الصعبة التي مرت بها البلاد لهو المؤهل لوضع قوسس الهيكل الوغطية للحزب تبراوا وتشكونوا هوا يبدأوا فيه الحزب والعسور أولا استيائنا للطريقة والأسلوب الذي تم على أساسه التفاول الحزب اللي احنا ضحينا لخاطر ونجحنا ونجحناه وضحينا بالغالي ورخيص وفي الأخر الحزب هذا اللي كان يقوده الباجي قاية السبسي وكان عنده هيبة وكانت عنده تمشي نشوفوا فيه الحزب تاوي كانو نجح الحزبك هاو وقفنا احنا انتخبنا احنا أول حاجة ضحينا على تونس وفي الثاني انتخبنا ندي تونس على حاطر تونس ما نتسناوش فيه مقابل فما ناس جات انتخبتك قوية مش خاطر تحبك راو خاطر تكره ناس غرية راو جايوا انتخبوك هذوكم الناس هذوكم ييزبستخذقوهم ارضية ييزبستخذبهم عيطلهم احنا التعطير من خمس ما سنين جايين احنا توما حاجة نايش مش نايكل فيه احنا احنا مش نايكل بالنس الاخرين بالعكس اوه نوريو قالوا يناد توتوس نضحيوه علي ناس الاخرين انا هنوكط الناس الاخرين ومسي barr فم يزجيش خمس سنين جايких هنا عنها اما نضحيوه الناس ك developmental فما الناس تقبت هبتاكل من توقف يا خي وظهرت انها امتاحة مش هانا قلتها رابع هم في التلابس هم الواحدة وكل يحبوا بالتوية بالتوية 2012 جيت هنا واسست الحزب هنا واسسناه وعملنا انتخابات البرة تعيينت فاهكة تبعة وتعييننا نسجد وتعييننا كده وعملنا عشرين اجتماعي على البرة من 2012 واحنا نجتمعه وعشرين عشرين معانتها في الاخر الحوايج القرارات الباقين ياخذوا فاهنية تونس في الخارج بالنسبة للجالية التونسية ما عندها حتى علاقة بل نتفاهموا فيه نتفاهموا على حاجة ام بعد جي تخرج لك حاجة اخرى نتفاهموا على قرار ولا على الشي ما ام بعد تخرج ماناش فمس يا عبدالوف الخماسي نسميه بالاسم انا لا ما عندي حتى مشكلة مع هو جماعة يجتمعوا وياخذوا قرارات ما نعرفش كيفاش نتفاهم عندي مشات ملكية في الحزب هذائي وانتو مركب صور متحركة احلى صور متحركة موجودين في الحزب ما عنايش حتى وزن ملكش محسوب مو ايتو طلبو مكشانا ندعو الى تفعيل حياة في الحزب لا نعمل اجتماعات لا نعمل شنو 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 نستنى منو يسمعني يا اخويا ما هو مش يسمعوا فينا يا سيدي اخويا فاما شكور ما نعرفش القرارات يخضبها ما نعرفش التأكيد على تفعيل مقترح المكتب التنفيذي القاضي ببعث مكتب سياسي يكون في مستوى الرهانات المستقبلية وشكراً يا اخويا تلحبا يا اخويا يا اخويا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا نحبوا في الديوان السياسي اللي حبوا اللي يعملوه عينوا فيها اشخاص احنا نحبوهم في قضية عينوا يقع انتقابهم ونقولولو مرسي يا سيل بيجي انك انت وصلت للحكم والشابي بقعدها كيالي سينتك والحزب هيريك ما طالعني بش نحبطو فانتينه اشتركوا في القناة